قامت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع مجلس الوزراء بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمدان لـ 1277 مواطنا من أهالي قرية ميت هاشم بمركز سمنود وأكد رئيس جامعة طنطا محمود زكي أن هناك أولوية لتوجيه قوافلة الجامعة الطبية الشاملة لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودعم المنظومة الصحية بمحافظة الغربية موضحا أن القوافلة مجهزة بكافة الإمكانات